في 23 ابريل سنة 2006 حصلت وقعة غريبة جدا في احد شوارع مدينة كييف في اوكرانيا راجل شكله غريب جدا شاب في العشرينات من عمره عمال يتلفت حواليه زي ما يكون تايه او خايف من حاجة في الاول الناس في تجارته سايح تايه في البلد خصوصا بطريقة لبسه الغريبة هدوم مدتها بطلت من خمسين سنة وكاميرا انتيكة متعلقة حوالين رقابته كان عمال يسأل الناس على شارع محدد وبعدين قرب من اتنين زباط وسألهم على عنوان مش موجود مفيش شارع بالاسم ده بس هو كان مصمم انه ساكن في الشارع ده الزابط طلب منه البطاقة بتاعته وهنا كانت المفاجأة البطاقة صدرة من الاتحاد السوفيتي اللي ما بقاش موجود اصلا من سنين والاغرب تاريخ ميلاده اللي مكتوب في البطاقة الشاب اللي عنده عشرين سنة دقريبا كان موليد سنة 1932 قبل ما نكمل الحكاية باستأذنكم لو عجبتكم القناة تشتركوا وتدوسوا على الجرس علشان يبصلكم كل الفيديوهات الجديدة ولو كنتم من هوات القصص الغريبة والغمضة والمرعبة احيانا ما تنسوش تزوروا قناة يوميات نظار يمكن تعجبكم سنة 2011 ظهر دوكيومنتري روسي بيتكلم على قصة شخص اسمه سيرجي بونو مورينجو الشخص اللي عنده القدرة انه يتحرك خلال الزمن ايه يتحرك خلال الزمن الدوكيومنتري قدم مجموعة فيديوهات وصور حصلت سنة 2006 بشب في العشرينات من عمر لقيت الشرطة واقف تايه في تقاطع في احد شوارع كيف في الاول افتجروا سايح زي ما قلنا لكن لما قربوا منه بسبب لبسه الغريب والكاميرا القديمة اللي ملفوفة حوالين رقابته وطريقته في التعامل مع اللي حواليه لانه عامل زي ما يكون مستغر بالمكان وعمال يسأل على عنوان مش موجود ولما شاور لهم على الخريطة طلعت منطقة سكنية اتشالت من اكتر من 30 سنة من ايام الحكم السوفيتي ده غير ان البطاقة بتاعته كانت بطاقة سليمة ان مصادرة ومختومة بخدم الاتحاد السوفيتي اللي كان سقط من سنة 1991 يعني من 15 سنة قبلها ولما سألو الزباط انت حكيتك ايه وجاي منين قالوهم انه نزل الصبح عادي يبقى جاست ويتمشى ويصور الطبيعة حواليه وفجأة شاف جسم غريب في السماء شبه الجرس وصوروا بالكاميرا بتاعته وبعدين مش فاكر اي حاجة غير انه لقى نفسه في الشارع والمكان اللي لقوه فيه واحد من الزباط سأله انت عارف تاريخ النهاردة ايه قالوهم ايه طبعا 23 ابريل سنة 1958 حسب الدوكيومنتري الزباط اخدوا سيرجي على عيادة متخصصة للكشف على قواه العقلية طبعا هو كان رافض وشايف انه فيه حاجة غلط هو عائل مش مجنون انما كان قدامه حل مجدين ياما يروح يتكشف على قواه العقلية في العيادة ياما يروح على الحجز هناك كان فيه كاميرات مرأة وكل شيء كان متسجل جوه العيادة النفسية اللي خضع فيها سيرجي للفحص واللي كان باين جدا من خلال الفيديوهات انه متوتر ومع الكشف عليه والتحقيق بدأت المفاجآت الشرطة طلبت تفحص الكاميرا اللي موجودة مع سيرجي وجابه شخص متخصص في تحميد الافلام واللي قال بشكل قاطع ان الكاميرا بيرجع تاريخ تصنيعها لسنة 56 ومع ذلك حالتها جديدة تماما الفيلم اللي جواها سليم تم التحافظ على الفيلم بتاع الكاميرا وتم تحميده واخراج الصور اللي فيه واللي اضافت مفاجآ جديدة للقصة بتاع سيرجي كل الصور اللي موجودة كانت فعلا لكييف بس الفترة زمنية اقدم تتناسب مع فترة الخمسينات اللي بيتكلم عنها سيرجي شكل العربيات والشوارع والمحلات غير كام صورة لسيرجي نفسه ومعاه خاطبته فالينتيا واللي هيكون لها دور كبير في زيادة الغمود في الحكاية بعد ما ظهرت الصور الشرطة بدأت تحقق مع سيرجي وعرفوا منه اسم خاطبته وبدأوا فعلا يدوره في السجلات ولقوا واحد باسمه فعلا مختفي من سنة 59 وده اللي خلاهم يطلبوا استدعاء خاطبته فالينتيا او خلينا نقول اللي كانت خاطبته لانها في الوقت ده كان عندها ستين سنة لكن قبل ما تيجي ويتم استجوابها بتحصل حاجة غريبة جدا زودت القصة غموض سيرجي بعد ما تم استجوابه في العيادة النفسية دخل القوضة اللي هيتم احتجازه فيها لحد انتهاء التحقيقات لكن الصبح لما الممرضة دخلت عليه علشان تدخلوا الاكل ما كانش موجود دخلوا القوضة وما خرقش منها محدش شاف سيرجي بعدها تاني الكاميرات مش مصورة غير دخوله للقوضة بس ما فيش اي وسيلة للهروب لان القوضة ما فيهاش اي شبابيك لما جابوا خاطبته وسألوها عن سيرجي قالت لهم انه بعت لها صورة من كذا سنة وكاتب على ظهر الصورة انه بخير وانه هيرجع اول ما يقدر الصورة كانت لسيرجي وهو على شط نهر في مكان معروف في كييف لكن ورانا اضحاط سحاب مش موجودة في كييف وده اللي خلك كل في حالة زهول هو فعلا سيرجي بيعرف يتحرك جوه الزمن فكرة الصفر في الزمن او عبر الزمن مسيطرة على العقل البشري بقالها فترة طويلة جدا والامثلة هنلاقيها كتير في الادب والروايات زي رواية الكاتب الفرنساوي لويس باستين العام 2240 واللي كتبها سنة 1720 واللي بيحكي فيها قصة شخص سافر في الزمن لعدة قرون وقصة تشارلز ديكنز المشهورة كريسمس كارلز واللي كتبها سنة 1843 وبيقدم فيها شخصية بخيل بيتحرك خلال الزمن في المستقبل وفي الماضي علشان يحاول يصلح اخطاءه ده طبعا غير اهم قصة اتكتبت عن السفر عبر الزمن وهي قالت الزمن The Time Machine واللي كتبها H.G. ويلز سنة 1895 طبعا كل الكتب دي تندرك تحت الخيال العلمي انما هل السفر عبر الزمن حاجة ممكن فعلا تحصلها في بداية القرن العشرين قدم اينشتاين نظريات مثيرة جدا للجدر بتتكلم عن فاهم مختلف للزمن وان الزمن هو البعض الرابع وانه بيحيط بينا زي الشبكة وانه فكرة الصفر للمستقبل فكرة ممكنة بشرط انك تقدر توصل لسرعات عالية جدا حسب النظرية دي الانسان او الشيء كل ما يمشي اسرع بيعد عليه الوقت ابطأ وفي تجارة بتعاملت فعلا لاثبات النظرية طبعا نظرية اينشتاين اعقد من كده بكتير انما انا بحاول ابسطها على قدر استطاعتي لو فرضنا ان شخص عاوز يسافر 100 سنة في المستقبل حسب النظرية كل اللي عليه انه يركب سفينة فضاء بتمشي بسرعة تقارب بـ 99.9% من سرعة الضوء ويطير بيها لاي مكان على بعد خمسين سنة ضوئية ويرجع تاني بس لما يرجع هيكون عد عليه سنة واحدة بس بسبب سرعته انما الزمن على الارض هيكون عد عليه ميت سنة سرعة الضوء خلت الزمن يعد عليه بشكل ابطأ بكتير في بعض الباحثين عملوا تجربة كانت غريبة جابوا ساعتين مزبوطين بشكل دقيق جدا مع بعض واحدة سابوها على الارض والتانية حطوها في طيارة مشيت لمسافة 12 ساعة في اتجاه دوران الارض بعد انتهاء الرحلة قرنوا الساعتين ببعض ولقوا ان الساعة اللي موجودة على الطيارة اخرت في الوقت عن الساعة اللي فضلت موجودة على الارض نظرية النسبية نظرية مؤقدة جدا والحقيقة اني مقدرش اقول اني فاهمها بشكل جيد علشان كده شرحها بالنسبالي هيكون صعب ومؤقد لكن باختصار اي انشتاين نفترض ان الزمن عبارة عن بعد رابع غير الابعاد التلاتة اللي احنا عايشين فيه وانه كل ما تزيد سرعتنا هنقدر نخترق الزمن اجد وان الزمن عبارة عن شبكة بتحيط بكل شيء حوالين وانه بسبب السرعة والجاذبية كمان الشبكة دي ممكن يحصل فيها انحناء طبعا لو حد فيكم يعرف طريقة ابسط لشرح النظرية يريد يشاركنا بيها في التعليقات على الرغم من ان اينشتاين وعلماء فيزيا كتير شايفين انه نظريا فكرة الصفر عبر الزمن فكرة ممكنة الا انهم اتفقوا في اغلب الاحوال على انه باتجاه واحد فقط وهو اتجاه المستقبل انما الصفر للماضي وضع تاني خالص اغلب علماء فيزيا شايفين انه مستحيل الرجوع بالزمن على اساس يعني انه مش مستحيل الطلوع بالزمن المهم اينشتاين برضو قال انه نظريا ممكن الانسان يرجع بالزمن لكن عن طريق احداث انحناء في شبكة الزمن وبالشكل ده يقدر ينتقل من النقطة الف للنقطة به بشكل عكسي وبيشبه الكلام ده بان الزمن مفروض عامل زي الورقة لكن لو قدرت تسبب ضغط جديد وجاذبية بحس انك تخلي الورقة دي تلف حوالي نفسها وتاخد شكل استوانة حيلف بيك الزمن وترجع للنفس النقطة اللي كنت فيها لما بدأت الرحلة الموضوع من لغبط ومع مش كده؟ فكرة الصفر للمستقبل حتى لو كانت فكرة ممكنة نظريا لكن عمليا مستحيلا لانه ببساطة شديدة مفيش بشر يقدر يوصل للطاقة اللازمة للوصول لسرعة الضوء احنا بنتكلم على طاقة تعادل قوة انفجار النجم في الفضاء ده غير انه فيه معضلة مشهورة جدا اسمها معضلة الجد وهي ببساطة شديدة وركزوا معايا لو قدر الانسان يسافر عبر الزمن ويرجع للماضي ويقتل جده هل ابوه هيكون اتولد؟ ولو ابوه ما كانش اتولد هو كمان مش هيكون اتولد وبالشكل ده مش هيكون رجع لجده علشان يقتله ولو مرجعش لجده علشان يقتله يبقى ابوه اتولد ولو ابوه اتولد يبقى هو كمان اتولد وهيروح لجده علشان يقتله حد فاهم اي حاجة من اللي انا بقوله ده؟ طيب دلوقتي عرفنا ان العلماء بيقولوا ان الصفر عبر الزمن نظريا ممكن نرجع بقى لحكاية المسافر الاوكراني عبر الزمن سورجي الحقيقة ان الدوكيومنتري ده سبب بلبلة كبيرة جدا وناس كتيرة تفرجت عليه واتكلمت عنه ابتداء من 2011 وما بعدها لانه بيعرض فيديوهات وصور المفترض منها حقيقية وحصلت فعلا لكن الحقيقة ان الدوكيومنتري ده وقصة سورجي كلها كذب مفيش اي حاجة من القصة دي حصلت اصلا وفي ادلة كتير على كده خصوصا ان الدوكيومنتري وقع في اخطاء كتير جد منها مثلا ان قصة سورجي المفروض بدأت يوم الاثنين 23 ابريل 2006 لكن الحقيقة ان التاريخ ده كان يوم حد مش يوم اثنين ده غير ان الفيديوهات اللي المفترض انها متسجلة من كاميرا المراقبة في نفس اليوم واتعرضت في الدوكيومنتري تاريخها الاربعاء 23 ابريل يعني التواريخ كلها من لغبطة ومتفابرك ده غير الصورة اللي عرضوها على اعتبار ان سورجي بعيدها لخطبته من المستقبل واللي فيها نطيحات صحاب في خلفية الصور واضح جدا ان فيه صور متكررة بالفوتوشوب يعني واضح ان الدوكيومنتري مصطنع ده حتى فيه في نهاية الدوكيومنتري كريدت بأسماء الناس اللي شاركت في التمثيل في الفيلم الوثائقي ده بس للأسف بعض الناس اخدتوا على انه حقيقة وبدأت تنشر وتصدق فكرة مستحيلة الحدوث وكل ما ينتشر اكتر الناس تصدقوا اكتر وفجأة على مدار كم سنة تاهت الحقيقة واصبح فيه عدد مش قليل نصدق خرافة سيرجي بونو مارينجو ليه الصفر عبر الزمن شاغل الناس او كده من وجهة نظري المتعضع جدا يمكن ده يكون بسبب ان الزمن هو اكتر اعداء البشر الزمن هو الشيء اللي ما تقدرش تعكسه ولا تقدر تسبقه ومرتبط بشكل عنيف مع قراراتك واختياراتك في الحياة اللي ما تقدرش تعيدها قانون الهي ماشي على كل شيء في الكون كل واحد فينا فكر ايه اللي ممكن يعمله لو بقى عنده القدرة انه يتحكم في الزمن يمكن ترجع تصلح غلط غلطه زمان او تصلح علاقة مع شخص خسرته بسبب تصرف انت ندمت عليه بعدها او يمكن حتى تقضي وقته اكتر مع حد فقدته وما الحيط تشتعر معا كل واحد فينا بيتخيل في احلامه اللي ممكن يحققه لو قدر يتحكم في الزمن علشان كده من اكتر الحاجات اللي بتشغلنا كبشر هي الزمن سجننا البشري على الارض لكن لو فكرت بمنطق هتلاقي ان الزمن ربنا خلقه علشان كل حاجة تمشي بنظام تخيل معايا لو الزمن مش موجود وكان كل واحد فينا يقدر يرجع يغير قرارات اخدها قبل كده هتبقى فوضى سريالية خلينا دايما متفقين ان مفيش قانون ربنا سبحانه وتعالى حطه بيكون ظلم كل قوانين ربنا عادلة حتى لو مفهمناش الحكمة من وراها فى النهاية اتمنى تكون الحلقه عجبتكم ومنتظر رأيكم فى التعليقات اشكركم واشوفكم فى الحلقه الجاية ان شاء الله اشتركوا في القناة